فعلياً السيارات اللي تعرضت للغرق بتقدر تقايم نسبة المشاكل الأضرار اللي حصلت فيها بيزد على كاتيجوريز معينة أو بدرجات مختلفة لما بتوصل لدرجة معينة فنية اللي هي بتحيل من أن السيارة تكون في وضع تشغيل آمن ما بتقدر السيارة النهاية تستخدم كسيارة للاستخدام اليومي والبشري للأشخاص فطبعاً بيكون الوضع اللي هي تستخدمها بيكون صعب كتير فطبعاً السيارة بيكون غير صالحة للاستخدام في الحالات الزيارية طيب هل ممكن يعني فيه إمكانية للتصليح؟ لأنني نسمح حتى في بعض السيارات اللي يكونون وارد من برع أو شي يقولون غرجانة أو إنها مضروبة أو حادث وتتصلح وتوصل هنا طبعاً هو لما بيكون السيارة نسبة الأضرار اللي فيها عالية بمعنى أن القطع الداخلية زي الكمبيوتر وزي الشيبس اللي فيها أو القطع الإلكترونية الضرارة ما بتقدر تكون سيارة صالحة للاستخدام إلا إذا كان مستوى الأضرار اللي فيها مستوى بسيط وفي الحالة دي السيارة بتخضع للفحوصات اللازمة من الجهات المختصة ولما السيارة بتخضع للجهات المختصة طبعاً الجهات هي اللي بتحدد إذا كانت السيارة في وضع تشغيل آمن وإن هي تمشي على الطرق أو لا ففي الحالة دي بعد ما بتمر بمراحل مختلفة من الفحوصات الجهات المختصة هي اللي بتعطي الإذن بترخيص السيارة أو لا نعم بالفعل هذا شهدناه في مراكز فحص السيارات حتى بشتى الإمارات سبع الإمارات اليوم يصدروا لك شهادة خلنا نقول شهادة فنية عن حالة السيارة لكن خلنا نروح لموضوع إذا أنا بحاجة لسيارة مستعملة شو الأشياء اللي لازم أركز عليها في هذه السيارة بحيث ما يكون فيها بعد الشراء تكلفة علي تكون صيانتها عالية وتكون آمنة للقيادة بنفس الوقت لأن اليوم سوق سيارات بحر وأنا كشخص عادي ممكن ما تكون عندي الخبرة لمن ألجأ وعلى ماذا أركز أكيد تقريبا كل شخص بيأخذ قرار أنه هو يشتري سيارة بيكون لي اعتبارات معينة لإيه هي الاستخدامات اللي هيستخدمها تمام كويس بناء على الاستخدامات اللي هو حطتها في الاعتبار بيحدد نوع السيارة وبيحدد عمر السيارة وبيحدد حتى البلد الصنع أو من أي منطقة السيارة بتنشأ ناخد على سبيل المثال أنا مثلا في عندي نوع معين من طبيعة شغلي بتحتاج أن أنا بقطع خطوط طويلة مثلا كل يوم فلازم يكون عندي سيارة اعتمادية من ناحية البترول سيارة اعتمادية من ناحية الأمن والسلامة سيارة اعتمادية من ناحية قطع الغيار كويس ففيه بتبقى ظروف مختلفة تفرض لكل نوع من السائقين الأشياء الأساسية اللي لازم تكون متوفرة في السيارة على أساس أني أنا أعتبرها أن هي سيارة اعتمادية بالنسبة لي هي أشياء مهمة جدا للسادة المشاهدين اللي هم يعرفوها أول شي منها الكطع الغيار بتاعتها متوفرة الوكيل متوفر الكطع اللي هي الأجزاء الميكانيكية نعم مطابقة لمواصفات الخليجية لأن الكطع الغيار لما بتكون مطابقة لمواصفات الخليجية معناته أن هي بتتحمل ظروف الجو اللي احنا بنعيش فيه نعم تمام فبناء على المواصفات هذه يفترض أني بتكون السيارة فعلا تكون ممثلة أو مناسبة لاستخدام الشخصي حتى كل شخص عن آخر أكيد طيب يعني شخصية الفرد أو السائق تختاره بعد هذه السيارة شفت التقرير أستاذ والكلام اللي قلناه أنه حتى نفسية الفرد تلعب دور والعكس صحيح طريقة قيادة هذا الفرد تعكس نفسيته أنتوا ليموا للسيارات الفاخرة يعني طبقات مختلفة من المجتمع تمر عليكم من الزباين أو العملاء وبالتالي تتعاملون مع نفسيات مختلفة صح كلام هذا التقرير النفسية تلعب دور على اختيار السيارة؟ أكيد مليون بالمئة كيف؟ في طبقلاس ليمو هي بتعطي خلينا نقول ثلاث شرائح للأفراد أو للزبائن الخاصين بالشركة في الإيقانومي وفي البيزنس وفي اللارجري الإيقانومي بتبقى لشرائح معينة عندهم التزامات مادية معينة بتكون متوفرة لهم سيارات اللي بتحقق لهم هدف الخدمة التجوال بالزبط الخدمة اللي هم بيرغبوا فيها السيارات مثلا البزنس هي سيارات بتوفر الخدمة لأنواع مختلفة من الشركات وبتكون في نفس الوقت بتكون سيارات بتاخد أعداد كبيرة لرجال الأعمال وإن هم يقضوا الرحلات المطلوبة منهم أما السيارات الفاخرة طبعا بتكون لنوع تاني من العملاء على اعتبار أن هم بيكونوا منتظرين لفل معين أو مستوى معين من الخدمة مستوى معين من الرفاهية داخل السيارة نفسياتهم تختلف؟ نفسياتهم بتختلف من ناحية احتياجاتهم يعني أنا لما بتكون عندي مثلا موعد مهم محتاج أن أروح في مكان فخم أنا بكون منتظر أن الخدمة اللي بتعطالي علشان تهيئني نفسيا تريحني نفسيا أن أنا أحضر الإبان تدوات أو المطمرة جميل أستاذ محمد لاحظنا في الأون الأخير حتى سيارات كهربائية تعرضت للغرق من الناحية الميكانيكية وطرق الصيانة نفسها نفسيا لسيارات العادية ولا هناك طرق أخرى أو درجة تأثير أخرى؟ هي طبيعة الحال أن كل نوع من السيارات ليه طريقة معينة اللي بتتعامل فيها المطور بتاع السيارة الكهربائية هو مطور كهربائي ما فيش فيه أي نوع من الإنبعاثات فهو مطور كهربائي مغلق المطور للسيارة اللي هي بتشتغل بمواتير الاحتراق الداخلي هي برضو فيها مطور بيشتغل بطريقة معينة لما حضرت بتتكلم على السيارات الكهربائية إجمالا هي نسبة أو كمية الأعطال اللي فيها بتبقى مختلفة كتير عن السيارات الحرك الوقودي لأن القطع الداخلية هي أقل من القطع الميكانيكية اللي موجودة كعدد وكطريقة التعامل تمام فلما بيكون مثلا خلينا نقول السيرفوس بتاعة السيارة الكهربائية هي أقل كتير جدا من السيرفوس لسيارة الاحتراق الداخلي تمام تقريبا في السيرفوس للسيارة الكهربائية انت مادئيا بتزيد المي بتاعة التبريد البطاريات والفلتر بتاع المكسورة الداخلية للمكيف والتوتشز الأخرانية أو اللمسات الأخيرة لنحن نتأكد أن المطور مكابح كل شيء شغال بطريقة سليمة لما بيكون في السيارة اللي هي بتعمل بمواطير الاحتراق الداخلي دي فيها أجزاء ميكانيكية كتير كل الأجزاء اللي بتتحرك داخل السيارة أو داخل المطور هي بتحتاج سيانة لطبيعة الحال محتاجة زيوت، محتاجة تشحيم، محتاجة رابرز محتاجة كل قطعة داخلية أن يكون لها نوع معين من السيانة الخاصة به تمام فبالتالي السيارات الكهربائية طبعا هي شيء مفيد جدا جدا للبيئة مفيد جدا للانبعاثات أنها ما فيش منها انبعاثات بتطلع بالمرة، الانبعاثات بتاعتها تقريبا زيرو كويس، فعليها عمل كبير جدا أنها بتأثر على البيئة تأثير إيجابي نعم، في الختام ما سريعا أستاذ محمد لني وعدت المشاهدين أن نحن نوعيهم شوي إذا يبون يشترون سيارة مستعملة لأن الباجت أو المبلغ المالي لا يسمح مثلا أنهم يبون سيارة يديدة من وكالة أكثر شي نركز عليه شو هو ميكانيكيا أو فنيا أو تقنيا بحيث ما يكلفنا تصليحها تمام، هي فيه ثلاث نقاط أساسيين لازم اللي بيشتري سيارة مستعملة أنه هو يتأكد منها أن السيارة ما كانت من ضمن حادث بليغ أو حادث كبير تمام، من رقم الشاسين نقدر نعرف من رقم الشاسي بتقدر تعرف وعن طريق الجهات الرسمية بتقدر تشيك عليها رقم اثنين تمام، رقم اثنين عوامل الأمن والسلامة اللي فيها تكون بحالة جيدة جدا كويس الإيرباج الإيرباج والسيت بيلت تمام وكل القطع اللي خاصة بالأمن والسلامة اللي خاصة بالسيارة ثلاثة تمام، ثلاثة اللي هي تكون قطع الغيار بتاعت السيارة والمواصفات بتاعتها مطبقة للمواصفات الخليجية للمنطقة اللي اللي احنا فيها ومتوفرة ومتوفرة طبعا تمام فدي من أهم الأشياء اللي أنا بنصح بيها قبل ما نشتري سيارة مستعملة نعم جميل نشكرا لك على هذه المعلومات وهذه التفاصيل وإن شاء الله تكون الرسالة والنصائح أيضا وصلا للمشاهد نشكر حضورك معنا محمد منيسي صاحب شركة سيارات ليمون مختصة بالسيارات الفاخرة شكرا لكم شكرا لك شكرا لكم